حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعدي عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند أوان ذهاب العلم قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال فكيلتك أمك يا أبناء أمي لبيد إن كنت لا أراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون مما فيهما بشيء